بين الفينة والاخرى يتكشف قناع التحالفات السرية بين الميليشيات الحوثية والجماعة الاخوانية في البلاد في البيضاء يستمر التواطئ والتعمد في الانسخابات المستمرة لوحدات عسكرية محسوبة على حزب الاصلاح وتسليمها لميليشيات الحوثية بدلا من ان تتحرك قيادات القوات الحكومية لتحرير مواقع تخضع لسيطرة الحوثي في جبهة تقانية والملاجم تحشد الافراد المقاتلة جنوبا لتحرير المحرر وقتال ابناء ابيا وشرقا باتجاه شبوه ما يوضحه بجلاء حجم التنسيق الحوثي الاخواني خير المعلن وتناقم الجماعتين لاستثمار دماء ابناء اليمن الحوثي يحاول باستمرار التسلل سوب مواقع تم تحريرها في محافظة البيضاء بجبهة تقانية وفضحة وناطا الى ان الرد سرعان ما يأتي من الرجال المرابطين في المواقع والرافضين للحوثي فكرا ووجودا حيث ذكرت مصادر ميدانية مصر عدد من عناصر الميليشيات بينهم القيادي الحوثي المدعو حبيب القحطاني وجرح اخرين اثناء تسللهم بمنطقة الوهبية بمديرة استوادية شمالي المحافظة كما قتل وجرح عدد اخر من عناصر الميليشيات في جبهة مديرة ناطا ومنطقة فضحة بمديرة المناجم اثناء محاولة تسلل اخرى سرعان ما فشلت امام رجال البيضاء الاشاوس مراقبون اعتبروا ان بعض قيادات القوات الحكومية وفقا لتصريح اللواء محمد علي المقدشي وزير الدفاع ذكر فيها ان سبعين بالمئة من افراد القوات الحكومية مسجلين في الكشوفات اما باسماء وهمية او في المنازل والشوارع مكتفية تلك القيادات باستلام الدعم والتمويل القذائي والعسكري والمتاجرة بها ما ادى الى توقف معظم الجبهات وتأخير الخصم العسكري فيها